أهلاً طلابنا طلاب الدورة الإلكترونية بالحلقة رقم 8 من حلقات الفصل الثاني بهاي الحلقة قلت لكم لازم تراجعون الفيض المغناطيسي والملاحظات مالته على مدبلش بالمجموعة الثانية المسائل يوم رح أنطي المجموعة الثانية مع المسائل المجموعة الثانية يسمح حلقة أو ملف أو صفيحة يعني سب المجموعة الأولى من شن ناخذ المجموعة الأولى اسمها ساق أو سلك من يقول ساق أو سلك يعني ها مجموعة الأولى من يقول حلقة أو ملف أو صفيحة يعني ها مجموعة الثانية واضح؟ إذن هاي مجموعة الأولى وهالي المجموعة الثانية اللي هي حلقة ملف صفيحة بالمجموعة الأولى كان عندنا أربع قوانين فقط واضح؟ بالمجموعة الثانية عندنا ثلاث قوانين فقط بس ملاحظاته هو ايه؟ تمام؟ القانون الأول هو قانون الفيض المغناطيسي الفيض المغناطيسي يساوي المساحة في كثافة الفيض في هوساين الزاوي لا تنسون الفيض الوحدة مالتها ويبر هاي الوحدة مالتها متر تربيع وهاي تسلا وهاي الزاوية مالتها زين إذن القانون الأول هو قانون الفيض تعالوا خلينا أخذ الفيض ونراجع لكم موضوع الفيض الفيض المغناطيسي هو اي في بي في كو ساين الزاوي خلنا أخذ الملاحظات مالتها الملاحظة الأولى إذا نطاني مساحتين شا سوي روح طل عدلتها اي اللي هو اي تو ناقص اي وان هاي إذا نطى شنو مساحتين إذن الملاحظة الأولى إذا نطى مساحتين طل عدلتها اي اللي هي اي تو ناقص اي وان زين بعد إذا نطى كثافتين إذا نطى شنو عدنة كثافتين طل عدلتها بي اللي هي بي تو ناقص بي وان he السنة نطى مساحتين طل عدلتها اي إذا نطى كثافتين طل عدلتها بي وإذا نقاع با إذا قال قلبه الملف قلبه الملف هب نطلع دلتها بي باش نقول سالب اثنين بي يعني البي اضربها في سالب اثنين يعني باعه هذا الملف هذا الملف كان مثلا هنقول خمسة كثافة الفيض مالته من انقلب الصار سالب خمسة فباعه كان اش قد بي وان مالته خمسة من انقلب الصار سالب خمسة لذلك ش راح نقول راح نقول هنانا دلتا بي يساوي بي تو ناقص بي وان البي تو سالب خمسة البي وان خمسة يساوي سالب عشرة اختصارتها لكم هاي العملية كلها ما تسوون هذا الحاجة كلها ما تسوون شو تقولون دلتا بي يساوي سالب اثنين في بي سالب اثنين في بي بي شقيت خمسة في سالب اثنين سالب عشرة قبل نطلع النازل سالب عشرة واضح؟ إذن الملاحظة الثانية لكثافة الفيض إذن نطلع كثافتين نطلع دلتا بي اللي هي بيتو ناقص بيوان وإذا قال قلب الملف قلب الملف فدلتا بي نضربها في سالب اثنين سالب اثنين بي زين خلق لكم شاء الله إحنا طبعا خلوا ببالكم قولي بالملف ما موجودة عدنا بالمنهج ما موجودة إحنا عدنا بس هاي إذا نطلع كثافتين بيتو ناقص بيوان بس هاي الموجود طب هو ياي مو نتغير ناقص الشبير لو نتغير ناقص الصغير لا هي دائما البيتو ناقص البيوان الاي تو ناقص الايوان ويطيق مساحة بالبداية هاي ايوان يطيق مساحة بعديا اي تو اي تو ناقص ايوان دائما الثانية ناقص الاولى زين إذن هنانا بنقل له قلي بالملف البيتو نضربها في سالب اثنين إذن البيتو نضربها في شكت؟ في سالب اثنين قلت لكاني هاي مو منهجية وما عد عليها اي سؤال بس خلوها ببالكم كل شي يصير بالنهاية واضح؟ يلا خلصنا من عدية نيجي على اليمن على الزاوية الزاوية قلنا لتم اربع ارهاب الزاوية دائما تطرب على اليمن على الغريب صح لو لا شلون بالله قلت لكم ابويا كثافة الفيض لو يكون عمودي مع المستوي على المستوي لو يكون يوازي المستوي لو يصنع زاوية مع مستوي شون يعني؟ يعني إذا كثافة الفيض تكون عمودية مع المستوي أو تكون توازي المستوي أو تصنع الزاوية مع المستوي احنا نقولها كثافة الفيض راح تقولها كثافة الفيض لازم انت تقومين تمشين ويامن ويا صديقتش المساحة قالت لا انا ما امشو يا المساحة انا امشو يا المستوي بابا مو هاي صديقتش قالت لا احنا نقبل عليها ما نقبل عليها لازم الكثافة تمشو يا من ويا المساحة راح شنسوي قول يابا الكثافة إذا كانت عمودية على المستوي نخليها توازي المساحة وذا كانت توازي المستوي نخليها عمودية على المساحة وذا تصنع زاوية مع مستوي مع مستوي رح شو نقول لي نقول لي يا بتاعي لازم نطلع زاوية جديدة اللي هي تسعين ناقص الزاوية المعطات تسعين ناقص الزاوية المعطات هسا ريتكم وياي باعه إذا تكون عمودية على المستوي تقلوبها توازي المساحة إحنا الزاوية من ناخذه من المساحة توازي يعني شكاية الزاوية صفر وذا تكون عمودية على المساحة الزاوية تسعين وذا تصنع زاوية مع المستوي شو تقول لي تسعين ناقص الزاوية المعطات إذن إحنا إذا إجدت الكثافة أو الفيض مالته دي يتعامل ويا المستوي تقول له لأعذرنا إحنا ما نشتغل ويا المستوي لا عد إحنا نشتغل ويا المساحة فأي مستوي أقلبة إلى مساحة أي مستوي أقلبة إلى مساحة إذا كان عمودي يصير موازي وإذا كان موازي يصير عمودي إذا يصنع الزاوية مع المستوي نقول له تسعين ناقص الزاوية المعطات زين سؤال نطيتكم زاوية نطيتكم زاوية معينة فالزاوية نطيتها معينة وقلت لكم يا با هاي الزاوية بين المساحة وبين الكثافة يعني أنا نعطيهاكم مع من؟ مع المساحة إذا الأمور توب نفسها نعوضها نفسها نعوضها بالقانون نفسها لا نزيد لا نقص لا نقلب لا كوش نسوي نفسها نعوضها بالقانون شوكد هي أصلا هاي الزاوية بين من وبين من؟ بين المساحة وبين الكثافة الزاوية بين المساحة وبين الكثافة زين إذا أنا أنطيها أصلا بين المساحة والكثافة خلاص انتهلعت هي نفسها نعوضها زين إذا أغلس نغلس يعني شلون؟ يعني لا أقل لعمودي ولا أقل لموازي ولا أمطاني زاوية وغلس فتنوب على الزاوية أنا أما أغلس على الكوساين اعتبر الكوسان كله شقيت واحد مصال او لا زين فان انا شنو عدي باعتبه يا لي اذا اعطى زاوية وقال لي معه مستوي معه شنو مستوي اخلي هاي الملاحظة ببالي لازم اطلع زاوية جديدة اللي هي شنية تسعين ناقص الزاوية المعطات وهذا الحاجة كلها نفهمه لكم بالتفصيل بس هاكا مراجعة اريد ان نسوي يلا هسا هنانا شنو عدنا اذا وي المستوي قلوبوي المساحة اذا وي المستوي قلوبوي المساحة اذا نطعني زاوية مع المستوي مع مستوي اهم شكل لا تحت مستوي مو على مستوي ولا في مستوي لا مع مستوي اذا نطعني زاوية وي المستوي او وي الافق مرات يسويها الافق او المستوي تمام كتبوها هاي كلمة الافق حلول تمام اهنانا شنو مع مستوي او مع الافق نفس الشي شو نقول لي نقول الزاوية تسعين ناقص الزاوية المعطات اطلع الزاوية جديدة نشتغلها جديد اذا نطعتكم زاوية بين المساحة يعني انا هنا نمداريكم ممتعبكم فاضح؟ اذا غلست اصلا ع الزاوية كل شو منطعت ع الزاوية اغلس التهمات كل شي اللي تعاوضون اعتبروا الكوسان كلها جديد واحد طبعا هاي مو كل الملاحظات سجلتين هنا سجلت بس هاي لان هاي عمود ما تنسوها لان هاي داما تنسوها زيان هسا خلاصنا مين من الفيض وقد شغلة صغيرة اريد ان انبح عليها اخاف ما ينطي مساحة اتطلعون المساحة هو الحلقة ش تكون دائرية صح؟ يعني مساحة الدائرة لو مساحة الدائرة باي ار تربيع لو باي على اربعة دي تربيع مساحة الدائرة لو باي ار تربيع لو باي على اربعة دي تربيع هذا شو كتستخدمه اذا نطع نصف قطر وهذا شو كتستخدمه اذا نطع قطر اذا نطع شو نعدني؟ قطر ولا تنسون سانتي متر ملي متر ما ادري شنو كله نحاولي المن للمتر على اتفاقنا بالمتر هذا اتفاق ما الكله نحاولي للمتر هذا من الفصل الاول الحد ما هخلص الفصل الاخير اي شي مو متر لازم حاولي للمتر زين واحد شي يقول يقول زين انت لاش تطينا قانونيا للمساحة ار او دي علي امن نطينا بس ابو الار وابو الدي اذا اجاني اذا نطعني قطر الدي معنى دايميتر قطر دايميتر قطر واضح؟ هذا اذا اجي القطر شي تسوي انقسمه بالنص القطر يعني مثلا القطر عشرة نصة خمسة يعني وروح اطبق ابو نصف القطر عادي يصير مضبوط واضح؟ بس انا على مودة تطبقون مباشرة هذا باي ار تربيع وهذا باي دي تربيع بس ابو دي علي من انقسمه على اربعة زيان خلصنا من ملاحبات الفيض هاي كل ملاحبات الفيض هو اكثر شي بملاحبات زيان قانون الثاني هو قانون اللي هي قانون فعداي ناقص ان دلتا فاي على دلتا تي ويساوي ناقص ان انا اقدر اعوض بدال الفاي يعني اذا منطاني الفاي اقدر اعوض القانون موالته اللي هو اي بي كوساين الزاوية على دلتا تي ان اي بي هذا نختصره ناب ناب ان اي بي ناب كوساين على دلتا تي زيان احنا نستخدم هذا لو نستخدم هذا حسب معطيات السؤال اذا نطاني دلتا فاي استخدم هذا اذا نطاني يعني ما نطاني مساحة وكثافة وزاوية استخدم هذا هو اغلب شي انطي هذا يعني ما يداريكم اعطوا بالكم هذا شيء. بعد الاي اندكشن قانون الاي اندكشن الاي اندكشن اللي هو مو كان يموت على الار هالمرة اي اندكشن على الار مو يموت اي اندكشن على الامن على الار خلوا بالكم الاندكشن وحدتها في فولت والتيار وحتى امبير هذني ثلاث قوانين اكبر سؤال بالمجموعة الثانية ينحل بثلاث قوانين مع مراعاة الملاحظات هيا خلوها ببالكم نجح عليها من ايه اتبو اول شغلة اذا اذا منطق يعني الان منط اذا لم يعطي عدد اللفات انعوضة واحد ما تقول من الصيحون ان ماكو سؤال بخطأ لا ماكو ماكو شي ان ماكوش تعتبروا واحد يعني شنو معنى معنى السؤال حلقة يعني اذا ترجعون للسؤال راح تلقون هما بالسؤال قائل حلقة والحلقة شكم لفة وحدة المهم خلو ببالكم اذا الان ماكو تدورون على الان تريدونه تعوضوه الان ماكو فاش تعتبرون الان تعوضون الان واحد زين شغلة ثانية مرات بعو يقول كلمة تناقصت اذا قال تناقصت منو تقول تناقصت انخلي سالب سالب للمعلومة اللي قال عليها تناقصت اذا قال شنو تناقصت شنخلي خلي سالب زين بعد شنو عدنه شغلة الاخيرة مرات يجمع ش يجمع يجمع كم ميتين برقم واحد مرات يجمع كم ميتين برقم واحد يعني شلون كم ميتين برقم واحد يعني مثلا رطيتكم مثلا خمسة تسلا على السكند سؤال التسلا باوة التسلا لوحدات مال من هتقول لي مال كثافة والسكند لوحدات مال من هتقول لي مال الزمن فهنان التسلا على سكن هي الكثافة عالزمن اثنينات خمسة قيمت مفتهمني يعني با انا موارد اروح اعوض مثلا الاندكشن اللي هو ناقص اي بي كوساين الزاوية على دلتا تي اي نعم با انعوض الان عوضنا انعوض الاي عوضنا نجح البي البي والدلتا تي اثنينات مصيرين برقم واحد اللي هو مثلا ايش رقم من عندي خمسة فالبي على دلتا تي اثنينات ومشي لهم خلي بدالهم شنو رقم خمسة والكسر الكسر بعد راح هو الكسر كان الخاطر من الخاطر الدلتا تي زين اذا 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 عوضت بعد هذا وانته الكسر راح هذا الحج يعني بعدين راح تفتهم اكثر وي المسائل المهم مرات خلوا ببالكم يجمع كميتين برقم واحد لذلك انتبهوا على الوحدات انتبهوا على اليمين على الوحدات زين بالمداية راح ناخذ السر راح ناخذ الاسئلة اللي خاصة بال هاي المحاضرة كل الاسئلة ما الكتاب الخاصة بالمجموعة الثانية راح ناخذه اللي هي خمس اسئلة تمام خاصة بمن المحاضرة ما للمجموعة الثانية هاي المحاضرة يلا هس نجي للمثال الاول اول شغل خلي علمكم شلون تحلون السؤال شلون تقلون السؤال شلون طلعون معلومات السؤال مثال هذا مثال موجود بالكتاب حلقة دائرية موصلة قطرها القطر قال لي حلقة شقال لي حلقة دائرية من قال لي حلقة هاي معناها يا مجموعة الثانية قطرها القطر يعني دي دي شقيت 0.4 متر 0.4 متر ما انطي مجال اربعة في عشرة والسالب واحد متر زيل حلقة القطر مالتها دي اللي هو 0.4 وضعت داخل مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضة كثافة الفيض اللي هو بي 0.5 0.5 تسلا يعني خمسة في عشرة والسالب واحد تسلا زيل ويتجه باتجاه موازي لمتجه المساحة يعني شنو يعني الكثافة توازي المساحة اه يعني قبل قل ويا المساحة انا ااخذ الزاوية ويا المساحة ما اقلوب اهناني ما اقول الموازي قلوب عمودي لا احنا ما ادام هوية المساحة تمام هاي اذا اطه هوية المستوي اقلوبها اذا اقل لي الكثافة توازي المستوي بذاك الوقت اقلوبها اقول لا انا ما احترم المستوي انا اش احترم المساحة ها يعني الزاوية دائما لما ااخذ هي من المساحة مش قد التوازي صفر ليهناني الامور طيبة انكمل احسب اولا الفيض المغناطيسي اولا اريد الفيض المغناطيسي ثانيا شي يريد ما مقدار الفيض المغناطيسي على فرض ان الحلقة دارت اكس اقارب الساعة هم يريد الفيض المغناطيسي بس من تكون الزاوية خمسة واربعين درجة خمسة واربعين درجة ها يعني مرتين لازم استخرج الفيض شك كم مرة مرتين استخرج الفيض مرتين مرة هاي المعلومات مالتنا هاي المغنجي انحلها مرة من تكون الزاوية صفر ومرة من تكون الزاوية خمسة واربعين واضح مرتين لازم استخرج الفيض قبل كل شي طلاب تعلموا بالمجموعة الثانية شي سوون تاخذون فر فر جول شي سموا وسموها يعني تاخذون وفر عليها منع المعلومات يلا تبدون تحلون اول معلومة ناطيني القطر ليش نطاني قطر حتى طلع مساحة يلا تعالوا خلا نطلع المساحة المساحة اللي يباي على اربعة دي تربيع هاي المساحة ذا نطل قطر باي على اربعة دي تربيع اش قد دي اربعة في عشرة والسالب واحد اربعة في عشرة والسالب واحد ويساوي باي على اربعة اربعة تربيع ستعش عند الرفوع تضرب الاسس سالب اثنين تمام ليس سالب واحد في اثنين سالب اثنين هاي الاربعة تروح ويساوي اش تبقى عدنا اربعة ويساوي اربعة في باي اربعة باي في عشرة والسالب اثنين تنزل هاي شنو مساحة المساحة شنو وحدتها متر تربيع زي خلصنا من الفقرة الاولى نطاني قطر ليش نطاني قطر حتى استخرج من عندنا مساحة وراها نطاني كثافة ما عنده مشكلة ونطاني الزاوية هم ما عنده مشكلة اروح اكمل الحل مرتين استخرج الفيض مرتين مرتين يريد من عند الفيض يعني مرتين عوض الفيض اول مرة من تكون الزاوية الصفر وثاني مرة من تكون الزاوية يريد الفيض من عندنا بس من تكون الزاوية شقيت خمسة واربعين درجة هاي الزاوية بين المساحة والكثافة يعني رأيسا نعوضها نفسي يلا خلي نبلش انحل مرتين الفيض يعني السطالب بنعدي هو الفيض يا قانون الفيض الفيض يا قانون الاول بس احنا راح نجعل قانون الاول طلاب الفيض هذا باعوا اي مطلب اي سؤال ينحل على ثلاث قوانين بشرط انتو لازم تاخذون فرع المعلومات هسا شوي شوي تتعاودون على الفرع فاضح يلا اريد الفيض الفيض المغناطيسي فاي بي شنو قانونة اي بي فسين الزاوية ونفس الشي هنا هم اريد الفيض فاي بي اي بي كوسين الزاوية زيان لعت شنو الفرق ها الفرق بالزاوية مرة نعوض الزاوية الصفر ومرة نعوض الزاوية خمسة واربعين يلا يلا خلنبلش نعوض فاي بي جوع فيا y بي السال 4 بي في 10 السال الس الس البي جوع البي روح دور على البي البي 5 في 10 والسالب واحد. خمسة في عشرة والسالب واحد. في كوساين يا زاوية صفر. نجيس الهنانة. اربعة باي. في خمسة عشرين باي. اوكي. عشرة والسالب اثنين وسالب واحد. عشرة والسالب الثلاثة. في كوساين الصفر واحد. المفروض انتهو هذا تعرفوه بالرياضيات. هذا الصفر يروح ويا السالب الثلاثة. ايش يبقى عديه? سالب اثنين. ويساوي. اثنين باي. في عشرة والسالب اثنين. بس. شنو الوحدات مال الفيض ويبر. ويبر. وحدات الفيض. ميز بين شغلتين. بين كثافة الفيض وبين الفيض. ما ترساش كم واحد قال لي تسلا. ير بالك. كثافة الفيض تسلا. اللي نفسها ويبر على متر تربيع. حفظين اثنيناتهم. الفيض لا بس ويبر. فميز بين فيض وكثافة الفيض. يلا. نجي مرة ثانية هنانة نحل. بس اذا كانت الزاوية خمسة واربعين. ويساوي. الايش يد عندنا اربعة باي. في عشرة والسالب اثنين. في. كثافة الفيض جد عندنا خمسة في عشرة والسالب واحد. في. كوساين الخمسة واربعين. يلا. اهنانة اش قد قلنا عليه. عشرين باي. في عشرة والسالب الثلاثة. في. كوساين الخمسة واربعين. طبعا هذا الصفر نقدر نوخ رويه هذا. يصير سالب اثنين. يعني الناتج مال هذا هو نفس الناتج مال هان. لان هاي الشكولات. تشبه هاي الشكولات. فنفس الناتج مالته. زين. كوساين الخمسة واربعين اش قد. واحد على جذر اثنين. تمام? واحد على جذر اثنين. طلاب هنانة عدنا هواي فيكات بالحل. قبل ما احجها الفيكات. لازم عدكم اربع شغلات بالرياضيات حافظيها. تفيدكم بالكيمية وبالرياضيات وبالفيزي. كم شغله؟ اربع شغلات. جذر اثنين اش قد قيمته واحد بوينت اربعة. واحد على جذر اثنين اش قد قيمته او بوينت سبعة. هذا خلصنا من عده. جذر اثنين اش قد قيمته واحد بوينت سبعة. واحد على جذر اثنين اش قد قيمته او بوينت ستة. تقريبا هو او بوينت تسعة وخمسين احنا نقول او بوينت ستة. زيان. حتى تحفظوها. هايش طريقة عشوائية يعني مو علمية. باوا. حتى تحفظوها. واحد بوينت يعني هاي اربوط عشر نصها اش قد سبعة. حط بوينت حط بوينت. يعني جذر اثنين هو واحد بوينت اربعة نصها او بوينت سبعة. الواحد على جذر اثنين هو او بوينت سبعة. نكملها لازم صفر سبعة. او سي. زيان. اهنا شنو عديك? واحد بوينت سبعة. زيان. هاي جذر اثنين. زيان واحد على جذر اثنين او بوينت ستة. قول مثلا سبعة ناقص الواحد يطلع ستة. واضح? يتلك هاي شي طريقة. المهم ذني لازم تحفظهم. هذني لازم ينحافظهم. الطريقة الاولى شنية? راح اللي بعدة طرق. الطريقة الاولى شنية? اثنين باي. في عشرة والسالب اثنين. في واحد على جذر اثنين. اتا حافظها او بوين سبعة صفر سبعة. هاي حفظها كلها. لا تحفظ يعني بس او بوين سبعة. ليش لنهاي تفيدنا بالفصل الثالث بالفيزي. عم عدنا قانون بيها. ويساوي ان اثنين في سبعة اربوط عش. اثنين في صفر صفر واحد واحد. اثنين في سبعة اربوط عش. اثنين في صفر صفر. هسه اش كم رقم ورا البوينت? واحد اثنين ثلاثة. احسب واحد اثنين ثلاثة. اخلي بوينت. والباي? الباي تنزل. في عشرة والسالة باثنين. هذا بالنسبة المين? للفيض اللي هو الوحدة مال تويبر. انا خايف من شغلة وحدة. شنية? خايف لا تنسوني الباي. هاي الباي تننسي وداعتكم. اكو طريقة ثانية. الباي تننسي. واذكركم. اكو طريقة ثانية. اثنين باي في عشرة والسالة باثنين في واحد على جذر اثنين. شنو هاي الطريقة? شو تقول? انتم مو بالرياضيات متعلمين اذا عنده الرقم والجذر مالتي. مو متعلمين اذا عنده الرقم مثلا. والجذر مالتي. شا سوي? اقوم احاول الرقم الى جذر في جذر. ليش? حتى اختصر. اذا عنده رقم وجذره احاول الرقم جذر في جذر على مو شا سوي? ام متختصر? هذا الحاجة واي ما اخذيه بالرياضيات. خصوصا بالفصل الاول. اهنان شنو? اذا عندي الرقم باعو 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 اذا عندي الرقم والجذر مالتي. شا سوي? احاول الرقم الى جذر في جذر. يعني ليش حول الرقم الى جذر في جذر? حتى نختصر. هيا تروحوا يا هيا. شو بقى عندنا? جذر اثنين. مش قلت قيمة الجذر اثنين? واحد بوينت اربعة. باي في عشرة والسالة باثنين الوحدات ويبر. فطلعتها واحد بوينت اربعة واحد اربعة واحد بوينت اربعة بس كلها صح. سؤال. الباي ليش ما جايت عوضة? الباي متفق عليه فيزيائيا رياضياتيا. يعني لو جماعة الفيزياء وجماعة الرياضيات متفقين عليه ابدا ما نفتح الباي بكل الاسئلة. عادة اذا كان كفة اختصار معين. واضح? يلا نفتح الباي. ولا الباي عاد يبقى بالناتج بالاخر وتطعوه الناتج بي باي مو مشكلة. سواء الباي بالبسط او سواء بالمقام. بالبسط يبقى بالبسط. بالمقام يبقى بالمقام. المهم بالباي ما نفتح الباي. واحد يقول زين اذا انا مثلا انا اريد تصير عبقرينة اريد افتح الباي. انا واعدي شي فارغ. اريد افتح الباي. يا بروح افتح الباي. نعطيك الناتج والباي مفتوح. يعني شنو معنى? الوزاري يقبل الطريقتين. تعوف والباي. وتفتح الباي. والتبعت بكيفك. يلا طلاب لناخد سؤال ثاني ايضا مثال بالكتاب. ملث. هناش قال ملث. من قال ملث. يعني معنى شنو? المجموعة الثانية. ركزويا يزين. المجموعة الاولى ام الايموشن. المجموعة الثانية ام الايندكشن. لا تقومون يجيبوني الايموشن. كل واحدة ومجموعته. واضح? كل واحدة ومجموعته. شوفون ساق مجموعة اولى. شوفوا الملف حلقة صفيحة مجموعة منه ثاني. فركزوا شوية بالقوانين مالدكم. على موت تتحلون صح. ملف يتألف من خمسين لفة. عدد اللفات خمسين. اي خمسين لفة. متمافلة مساحة اللفة الواحدة. مساحة اللفة الواحدة. المساحة عشرين سانتي متر تربيع. يعني شنو معنى? معنى عشرين في عشرة والسالب اربعة متر تربيع. حولت سانتي متر تربيع لمتر تربيع. شلون? ضربناها في عشرة والسالب اربعة. ذكرتكم بيها بالمجموعة الاولى. وبالفصل الاول ايضا ما اخذي. فاذا تغيرت كثافة الفيض. من? من? منيقول من? يعني هاي البيوان. صفر تسلا. الى? الى يعني هاي البيتو. او بوينت الثمانية تسلا. مني يقول لي من? هاي بيوان. مني يقول لي الى? هاي بيتو. او ليش يجي? خلي اول واحدة بيوان وثانا واحدة بيتو. خلال زمن. خلال زمن. زمن دلتا تي. يساوي او بوينت اربعة سكند. يعني اربعة في عشرة والسالب واحد سكند. احسب اولا. انسان يريد من عدي اولا. القوة الدافع الكهربائية المحتثة. يريد الاين دكشن. ثانيا. التيار المحتث. الاين دكشن. يعني يريد من عدي الاين دكشن. القانون الثاني. ويريد الاين دكشن. القانون الثالث. اذا علمت ان مقاومة الدائرة تساوي ثمانين اوم. هذا ايضا قلت لكم مثال بالكتاب. هاي المعلومات ما الكتاب او ما السؤال والمطالب. اول ما نيجي. شنسوي. نستخرج المعلومات والمطالب. ونقعد ناخذ فرع عليهم. شلون? خل نيجي ناخذ فرع. نيجي اول معلومة. اول معلومة بيها شي. راح تقولون لا والله ما بيها شي. اي عدد لفات خمسين. واضح? ثالث معلومة بيها شي. كان بيها شي وحنا يعني على اجناب وقتها. اللي هو شنوة? سات متر تربية حولناه للمتر تربية. يعني هاي همات ما بيها شي. المعلومة الثالثة راح تقولوني ايه? عدنه شكم كثافة? كثافتين. اذا نطع كثافتين لازم نستخرج الدلتابي. اذا نطع شنو كثافتين. فدلتابي يساوي بيتو ناقص بيوان. ويساوي البيتو او بوينت ثمانية. او بوينت ثمانية. ناقص. البيوان صفر. ويساوي او بوينت ثمانية تسلا. والسوون فضل اذا تحولوها للأسس. لان انا شغلي بالفيزياء كلها ويا الاسس. خلصت من عدة. الزمن بيشي لا الزمن ما بيشي. اكو الشي يبعا لا هو بصلنا للمطالب ما عدنا اي مشكلة. كانت المشكلة فقط عدنا اثنين كثافات طلعنا الدلتابي ما لاتو. يلا. بلش نحل. اول مطلب شي يريد. اريد اليندكشن. اول مطلب اريد اليندكشن. ايندكشن. شنو قانون اليندكشن. ناب. ناب. تو ساين الزاوية على دلتاتي. يلا. انش قيت سالب هاي سالب مال من مال ان? لا. مال اي لا. مال بي? لا. مال كو ساين? لا. مال زمن? لا. لعد هاي السالب مال من? هاي السالب للدلالة على قطبية القوة الدافعة الكهربائية. هاي السالب مال من? مال قطبية القوة. يعني شنو قطبية القوة? يعني هل القوة متزايدة او متناقصة? بالاخير راح نعرف. سالب نزلناها. مو تقول لي هاي السالب انو انا كو عدد لفات سالب. الاني شقيت? خمسين. هاي الخمسين نزلناها. الاي شقيت? وهنلاقيك تاعي اي? عشرين في عشرة والسالب اربعة. كو ساين او البي شقيت? ثمانية في عشرة والسالب واحد. كو ساين الزاوية. لقد زاوية? بناطي الزاوية. مغلس. شا سوي? اغلس. اذا اغلس تغلس. ولا نطاك زاوية ولا قل لك عموده ولا قل لك يوازه ولا هم يحزنون. غلس غلس. يعني اعتبر الكو سان كله شقيت واحد. على دلتا تي شقيت اربعة في عشرة والسالب واحد. يلا هسهنانة راح اعوفوا عليكم انتوا تستغلوا الرياضيات. المفروض شي سوون? توقفون الفيديو وتروحون تحلون الرياضيات مالتي. زيل. اول شغلة سووها المفروض السالب واحد يروح ويا السالب واحد. والاربعة ويا الثمانية. شقيت بيها? ثنين. او الاربعة ويا من ويا العشرين. شقيت بيها? خمسة. كلها صح. ويا من تختصر صح. ويساوي سالب خمسين في عشرين في عشرة والسالب اربعة في اثنين. ويساوي هبن الصفرين راح انزله نهس. اثنين في اثنين اربعة. اربعة في خمسة عشرين. في عشرة والسالب اربعة. متفقين بانه اي صفارة تروح ويا الاسس السالبة. واحد. اثنين. ثلاثة. يبقى بس سالب واحد. يعني الاندكشن بالاخير طلعت سالب اثنين في عشرة والسالب واحد. شنو الوحدات? فولت. او ترجعوني الهذا الى بوينت. يصير او بوينت اثنين. هام صح. هاي بالنسبة للمطلب الاول. تبقوا اسو الصح. المطلب الثاني يريد التيار. الايندكشن. ثانيا اريد الايندكشن. ايندكشن شنو قانوني? ايندكشن عاليمن. على ار. ايندكشن. عاليمن. على ار. تعالوا قلول ازقد الايندكشن. سالب اثنين في عشرة والسالب واحد. اريد اثمانين. الي عوض هيك خطأ. يا بليش خطأ? اهنانة ما يصير نعوض السالب. انت فات يوم رحت لابو مولدة وتقول له الطينفة السالب خمسة امبير. ما يصير صح الولا? يعني ما يصير التيار يطلع بيمن بالسالب. لعد مو احنا عدنا بالايندكشن سالب ايه? بس للاندكشن. التيار ما ياخذ السالب. يا بليش ما ياخذ السالب? لان هاي للدلالة على اليمن. هاي للدلالة على قطبية منه القوة الدافعة الكهربائية. انا قلت للدلالة على قطبية التيار? لا بس منه القوة الدافعة الكهربائية. لذلك هاي السالب بس للاندكشن. التيار ما يطلع سالب مستحيل حسه تعالى السولفو ش راح يسونه هنا ش راح تبدعونه هنا باعك طلاب ش يسون يقولون يا بي احنا متفقين اي صفارة نحولها الى اسس الى اسس شنو سالبة العفو موجبة والبوينتات الى اسس سالبة هذا الصفر حولته الى اسس موجبة يصعد فوق يصر سالب واحد وسالب واحد هذا بي واحد وهذا بيشجد اربعة واحد على اربعة واحد اشكم اربعة ما بيه عشرة اشكم اربعة اثنين اثنين في اربعة ثمانية يبقى اثنين اثنين اشكم اربعة ما بيه عشرين اشكم اربعة خمسة تمام يعني 0.25 0.25 في 10 والسالب 1 وسالب 1 سالب 2 ويساوي شكم point عندي هنا 2 يعني 10 والسالب 2 وسالب 2 وهنا عندي سالب 2 يعني حولت البونت الاسس رح يصير 10 والسالب 4 شنو الوحدات ما تيار ام بير طلاب يحولون الصفر الى اسس وصعدوا فوق ويقسمون هاي طلعون الناتج صح مضبوط ماكو اي شكال بالطريقة طلاب يقول لله شنو هالهوسي خاف من البداية هاي بيها 2 على 80 خلق اكتبها مرة ثانية من البداية هاي بيها واحد وهاي بيها 40 ونقسم الواحد على 40 واحد تقسيم 40 واحد اشكم 40 ما بيه عشر اشكم 40 ما بيه مية اشكم 40 اثنين اثنين فيه اربعين ثمانين يبقى عشرين عشرين اشكم 40 ما بيه ضم صفر مننا وضم صفر مننا عشرين اشكم اربعة خمسة خمسة فيه صفر صفر خمسة فيه اربعة عشرين صفر 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 اذا نجد هنا او بوينت او خمسة وعشرين حولوها رأسا اسس جيبوها حولوها رأسا اسس خمسة وعشرين فيه عشرة والسالب ثلاثة واحد اثنين لثلاثة واني عندي اصلا هنا عشرة والسالب واحد راح يصير عشرة والسالب اربعة امبيار هذا الحل هم صح هسا طلاب يقولون لا طريقة الاولى اسسل وطلاب يقولون طريقة ثانية اسسل اتب اي طريقة تعجبكم وتحلون عادي المهم اطلعون النادي الصح هذا بالنسبة للمثال ايضا بالكتاب نجعل سؤال اخر يلا شباب هذا السؤال مهم جدا من الاسئلة المهمة ملف سلكي منقلي ملف منقال ملف معنايا مجموعة المجموعة الثانية خلصتها منها يتألف من خمسمائة لفة ايش قد عدد اللفات خمسمائة خمسمائة لفة قطرها اربعة سانتيمتر ايش قد القطر القطر دي نصف القطر اربعة سانتيمتر يصير انعوفه سانتيمتر لا ما يصير لازم نحوله للمتر احنا ونطلع معلومات نضربها في عشرة والسالة باثنين زين بعد طبعا هذا السؤال بكمية هائلة ما الملاحظات فلذلك انتبهوا اياي ذو فيض منتظم عندما كان الفيض يصنع زاوية ثلاثين مع مستوي ها اتقال لي هنا مع مستوي اللفة فاذا تناقصت من قال تناقصت يعني شيخ اللي سالب ويايتو هنانا ايش قال لي هنا من يقول لي معه مستوي شي سوي عازم اعرف شي سوي بعد من قال لي تناقصت شيخ اللي سالم يربالكم فاذا تناقصت كثافة الفيض بمعدل او بونت اثنين تسلا على سكند جدنا ملاحظة بعد شنيها الملاحظة من يمطيني كم ميتين برقم واحد انتبهوا عليها عندي تسلا وعندي سكند تسلا وسكند التسلا معناها كثافة الفيض السكند معناها زمن يعني الكثافة على الزمن هو او بونت اثنين تسلا على سكند فدير بالكم هاي هنا لي انقال تناقصت خليت سالب اهنانا تسلا كثافة والسكند زمن دير بالكم من يطيكم مرات انتبهوا علي الوحدات بعد احسب القوة الدافع الكهربائية المحتثة على طرفي الملف يريد بس الاندكشن يريد القوة الدافع الكهربائية المحتثة على طرفي الملف يلا اول شغلة ناخذ فرع المعلومات هاي الحركة ذات علمتوها يس بعد يعني ما خاف عليكم بالمجموعة الثانية ولا المجموعة الثانية اش كم قانون بها واحد اثنين اثلاثة اكبر سؤال ينحل اهم شي طبقون الملاحظة الصح اولا شاء الله ناخذ فرع المعلومات عدد اللفات عدنا بي مشكلة لا ما عدنا بي مشكلة القطر عدنا بي مشكلة ايه عدنا بي مشكلة ليش لأني هنا احنا شنسوي بالقطر لازم ناخذ القطر شنطلع من عدة مساحة من يط قطر او نصف قطر حتى نطلع من عدة مساحة مساحة باي على اربعة دي تربيع يلا باي على أربعة اديش قد ادي أربعة في عشرة والسالب اثنين أربعة في عشرة والسالب اثنين بس عليهم شنو تربيع ما ننسى لازم باي على أربعة أربعة تربيع ستعاش في عند الرفوع تضرب الأسوس عشرة والسالب أربعة زين يعني التربيع وزعت على الأربعة ووزعت على عشرة والسالب اثنين هس الأربعة ويسطة عشي قد بيها أربعة ويساوي أربعة في باي أربعة باي في عشرة والسالب أربعة واتمنى من رب العالمين افتح دماغكم وما تنسون الباي يلا نكمل عدنا مشكلة ويا الزاوية عدنا مشكلة كبيرة ويا الزاوية يابا ليش قال لي مع مستوي لازم انتبه عليها شا سوي وإذا قال مع مستوي ها فمن يقول مع مستوي أروح استخرج زاوية جديدة شلون أقول تسعين ناقص الزاوية المعطات جد تطلع عدي ستين إذا أنا أمشي على هاي الستين واضح من يقول لي مع مستوي شا سوي إذا قال مع مستوي أروح استخرج زاوية جديدة شلون تسعين ناقص الزاوية المعطات خلاص هاي افتهمناها زي عدنا مشكلة هنا عدنا طن ملاحظات بعض التناقصة لازم ما ننساها جامعين اهنانا شنو جامعين كم ميتين برقب واحد دير بالكم من عدهين يعني انتبهوا دائما على الوحدات خلاص لا عد ما عدنا مشكلة لا ننزل على اليمن على الين دكش هسه أريد بنعدكم فول تركيز وياي يلا ناب تساين الزاوية على دلتاتي نبدأ نعوض ايه هنا المشكلة وين بالتعوض ركز يمي الان نشقد الان خمسمية هاي الخمسمية نزلناها زين الاي شقد الاي طلعناها شقد الاي اربعة في عشرة والسالب اربعة زين البي شقد راح تروح تدور على البي راح تقول لي انا ما لقيت بي واحد هي لعد ناطيني البي والدلتاتي سوى برقم واحد يعني يعني بدال البي والدلتاتي اثنيناتهم نشيلهم ونخل الرقم مالتهم واضح اللي هو شقد سالب او بوينت اثنين يعني اثنين في عشرة والسالب واحد شلون هاي هسة الان عوضناها الاي عوضناها ايجينات انعوض البي لقينا البي ما جاية وحد هي لعد جاية ويد دلتاتي هنا انا ترهم نعمة ترهم دي سهل علينا الحل ليش نقسم هو مقسم ومكمل ومطلع البي على دلتاتي هذا الرقم مالتهم واحد يقول لي زيان والكسر وين ايه اقول لك هو الكسر الخاطر من ظل الخاطر الدلتاتي زيان اذا هو مقسم ومكمل يعني نوخر الكسر بعد نعوضهم اثنين اتم سوى في هساين الزاوية جاية الزاوية ستين نمشى عزاوية الجديدة زيان يلا وياي سالب وسالب موجب زيان اهنانا عندنا اثنين في عفو اربعة في صفر صفر اربعة في صفر صفر اربعة في خمسة عشرين باي في عشرة والسالب اربعة في اثنين في عشرة والسالب واحد انا زله انت راي في كوساين الستين واحد على اثنين كوساين الستين واحد على اثنين نصف هاي الاثنين تروحوا ايا هاي الاثنين الشيطة والسالب واي الاندكشن. والت. واحد يقول زينا انا من البداية اريد اختصر لصفارة ويا الاسس. منا او منا عادي مو مشكلة. احنا اول تارا احنا اختصر هنا. هذا بالنسبة للسؤال. فاكته بمعلوماته. مو بحل الحلبة انت بسيط ترى. بس الفاكة اوين? معلوماته. نجي ناخد السؤال اخر. يلا طلاب. حلقة موصلة. من قل لي حلقة. حلقة. اها معناها يا مجموعة. مجموعة ثانية. مساحتها. المساحة مالته ستمية وستة وعشرين سانتي متر تربيع. طلاب اش راح اسواني? راح اشيني السانتي متر تربيع? اضربها في عشرة والسالب اربعة تتحول للمتر تربيع. رأسة حولتها. ومقاومتها الار تساوي تسعة اوم. موضوع في مستوي الملف سلط عليها مجال مغناطيسي. طبعا هاي اسئلة الفصل. يعني بالاسئلة ما لاتنين. ما الفصل. اسئلة الكتاب. يعني مو بالامثلة بالاسئلة. سلط عليها مجال مغناطيسي منتظم كثافة. كثافة ب. او بوينت خمسطعش تسلا. يعني خمسطعش في عشرة والسالب اثنين تسلا. حولتها رأسا. باتجاه عمودي على مستوي الحلقة. يعني الكثافة عمودية على المستوي. احنا نقبل تكون مع المستوي? لا. احنا ما نقبل عليها تكون مع المستوي. احنا ما الريدها تمشوية المستوي. لا. احنا الريدها تمشوية المساحة. يا بل ليش? لأن احنا ناخذ الزاوية من المساحة. فنقلب المستوي الى مساحة. ونقلب الاشارة مالته. اذا عمودي شي صير موازي. هي باعة شغلتين. لول كثافة تكون عمودية على المستوي. لول كثافة تكون توازي المستوي. احنا ما ناخذ الزاوية من المستوي. ما ناخذه من المساحة. العمودي يصير موازي. والموازي يصير عمودي. وهذا هو. كل شي ما عندنا. زي. هاي الزاوية اش قد الزاوية مالتنا الصفر. زي. سحبت الحلقة من جانبيها بقوتي شد متساويتين. فبلغت مساحتها. يعني نعطيني مساحة ثانية. يعني هاي الاولى. وهاي الثانية. راح اكتبها فود. ستة وعشرين سانتي متر تربيع. يعني ستة وعشرين في عشر السالب اربعة متر تربيع. حولت السانتي متر تربيع رأسا. خلال فترة زمنية دلتا تي تساوي او بوينت اثنين. يعني اثنيا في عشرة والسالب واحد. سكند. احسب مقدار التيار المحتث. يريد الاي اندكشن. بس. يا. هذا من الاسئلة المهمات. هذا السؤال والسؤال اللي راح ناخده بالاخير سبعد انه سؤال. هذا انه اخر سؤاليا جدا 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 مهمات. يعني اذن الاسئلة لازم نخلوها ببالكم بانه كلش مهمات. زيان. آية. نخلي فاصلة بين معلومة ومعلومة. على انا بود نجي ناخد فر على المعلومات. يلا. بالبداية. اش كم مساحة عدنة? مساحتين. روح شنطلع? الدلتا اي. دلتا اي. اللي هي شنوة? اي تو ناقص اي وان. احنا اتفقنا. اذا عدنا مساحة نطبق هذا القانون. بما انه عندي دبل مساحة لازم اطلع الدلتا اي. يلا. اي تو جيد. ستة وعشرين في عشرة والسالب اربعة. ناقص. ايواني جيد. ستمية وستة وعشرين في عشرة والسالب اربعة. تبهوا طلاب. احنا نقول عند الجمع او الطرح نستخرج الاسس عامل مشترك. عند الجمع او الطرح سجلوها ملاحظة مهمة تفي تكونوا بكل الافصل. عند الجمع والطرح نستخرج الاسس عامل مشترك. يعني شنو? يعني سهاي الاسس راح اطلحها عامل مشترك. دائما عند الجمع والطرح نستخرج الاسس عامل مشترك. ايش قد عدي هنا ايه? ستة وعشرين. ناقص. ايش قد عدي هنا ستمية وستة وعشرين. يلا. دلتا اي. يساوي. ستة وعشرين ناقص ستمية وستة وعشرين. عند الجمع والطرح ناخذ اشارة الكبير اذا الاشارات مختلفة ونطرح. صح? منه الكبير? الستمية وستة وعشرين. ناخذ اشارته. ستمية وستة وعشرين. ينروح من عندها ستة وعشرين. تبقى ستمية. في عشرة والسالب اربعة. ثقوا فيديوم يعني جاني طالب يقول لي ستمية ستة وعشرين ناقص ستمية يعني وستة وعشرين. تساوي ستة. كتلة شلون? يقول لي هاي الستة تروح ويا الستة. والاثنين تروح ويا الاثنين. خلاني قلتهم. والله? والله العظيم يعني يعني بوقتها سوالي يعني مشكلة بالقلب. بقى ستمية وستة وعشرين ناقص ستة وعشرين هي تشيض. هذا صفر. هذا صفر. وهذا ستة. لحد ليصير علامة براسين. يرحم اهلكم. ايه بالضبط. يلا. هس هنا انا شنو عده? اما تبقوها هي تكتبون متر تربيع خلف الله عليكم. او لا شا سوون? هاي اهناني سالب اثنين. رح يصير سالب ستة في عشرة والسالب اثنين. متر تربيع. يعني الصفرين اختصرتها. المهم المشكلة حليتها شلون حليتها. ايتو ناقص ايوان. ايتو ناقص ايوان. سحبنا الاسس عامل مشترك. طرحنا طلع الناتج. العملية كل السهلة. ار عدي. البي عندي. الزاوية عندي. الزمن ما عدي بي مشكلة. الروح على اليمن على الاي اندكشن. زيان تعالوا خلنا تناقص ببداية. ليش مستعجلين? ضع. يلا شباب. احنا هس اش رايد من عندنا? رايد الاي اندكشن. زيان. اذا رايد الاي اندكشن نروح على القانون ما الاي اندكشن. يا با اي اندكشن انا اريدك. قل لي اذا اتا تريدني. روح جيب لي اندكشن وارجو ياك. قلت لالار موجودة. الاندكشن ظليه تباوع. ماكو اي اندكشن. قلت للي الاي اندكشن اصبر فان الله مع الصابرين. ويا الولا. فاحنا شن قل للي الاي اندكشن اصبر شوية بين ما جيب الاي اندكشن واجيك. انا علمك. اي اندكشن. يساوي ناقص ان. ناب. كوساين الزاوية على دلتا تي. زيان. شوفوا شباب. خل اقول لكم فاتشالي. انا بالاسلة السابقة غلست عليها هاي الشغلة. لان شوية شوية لتلطيكم بالمعلومات. شنين? بما انه عدنا يمل اي دلتا لازم نخلي لها دلتا بالقانون. واضح? واذا كان عندي يمل بي دلتا لازم نخلي دلتا بالقانون. فلذلك اي دلتا لازم نخلوها بالقانون. لا تنسوها. هاي مهمة جدا. يلا نبدي نعوض اسا. ناقص. الان شغيت. الان. ماكو ان. ملاط الان. اذا لم يعطي الانش اعتبره واحد. وراح نلقى كلمة حلقة. ما لك علاقة السعوف الهاي. اذا الان ماكو اعتبره واحد. هذا واحد. زيان وذا ما يعني كيفك عادي واحد ما لا قيمة. يلا. دلتا اي جد سالب ستة في عشرة والسالب اثنين. زيان. البيج جد البيخ مصطعش في عشرة والسالب اثنين. زيان. كوساين الزاوية كوساين الزاوية الزاوية صفر. زيان. على دلتا تي اثنين في عشرة والسالب واحد. يلا تعالوا. خلينا اختصر السالب ويا السالب. الاثنين ويا الستة بيهج جد. ثلاثة. السالب واحد ويا السالب اثنين يبقى سالب واحد. شو بقعدنا؟ بقعدنا هنانا ثلاثة فيه خمسطعش. خمسة واربعين. في عشرة والسالب اثنين وعشرة والسالب واحد. عشرة والسالب ثلاثة. كوساين الصفر واحد. شنو هاذا? فولت. شنو اللي وحدات مالتا? فولت. يلا. بعد شنو عدني? اه ريت رجعت لها قتلى مو صبريت? قال لي ايه قتلى نيلت. يعني شنو? يعني راح يطلع الاي اندكشن. اللي هو ايندكشن على ار. ايندكشن اش قد طلعنا اربعة خمسة في عشرة والسالب ثلاثة. الار اش قد تسعة. ويساوي خمسة واربعين على تسعة خمسة. في عشرة والسالب ثلاثة انبياء. هسا نجي. يعني ناخد السؤال الاخير على هاي المجموعة اللي موجودة بالكتاب. يعني بهاي الاسئلة راح نكون بنا وخلصنا كل اسئلة الكتاب. بعدنا بالسؤال. يلا شباب نبلش عندنا السؤال ايضا موجود بالكتاب. هذا السؤال مسالي الكتاب السؤالي الاول وسؤال جدا مهم. ملف سلكي دائري. ملف مين قال ملف? معناه هاي المجموعة الثانية. زين. عدد لفاته اربعين لفة. هاي اربعين. نصف قطرة نصف القطر منه ار. وش قد الار? ثلاثين سانتيمتر. يعني ثلاثين. في عشرة والسالب اثنين متر. رأسا حولت السانتيمتر للمتر. بعد واحد شي يقول يقول زين اهت سويت فضل سويت فضل. واخر الصفر والسالب اثنين كيفكم? بقو تواخرو نفسي شي ترى براسكم وبراسكم. سالب واحد. زين. فاذا تغيرت كثافة الفيض خلال الملف من كثافة الفيض يعني البي وان صفر صفر تسلا الى البي تو او بوينت خمسة تسلا. اعطينا كثافتين. خلال زمن. خلال زمن. ما مقدار القوة الدافعة الكهربائية المحتثة? يريد القوة الدافعة الكهربائية. عندما يكون اولا المساحة توازي الكثافة. ثانيا الكثافة تصنع زاوية ثلاثين مع مستوي. هاي بالنسبة للسؤال مانتنا. هذا السؤال راح من الحل اسئلة قطيكم اسئلة وزارية واجبة تحلوها. هذا السؤال راح تلقو موجود كثرة بالاسئلة الوزارية. هاي الفكرة. باوع. حسنا ما بي فكرة ترى. ما بي فكرة تشذب. باوع. اهنا شنو عدنا? الان موجودة. الار ليش نطاني اار? ليش نطاني النصف قطر? حتى تطلع من عنده شنو? مساحة. الاي باي ار تربيع. نطاني نصف قطر دير بالكم. باي ار تربيع. لعت هذا شوك تستخدمه? اذا انا نطاني قطر? هذا. اذا انا نطاني نصف قطر هذا. يبقى لكم من هاي السالفة. الباي نزلت. الار تربيع. اش قد الار تلاثة في عشرة والسالب واحد? تلاثة في عشرة والسالب واحد. كله شنو? تربيع. الباي نزلت في. تلاثة تربيع تسعة. في عشرة والسالب اثنين. ويساوي. تسعة في باي. تسعة باي. في عشرة والسالب اثنين. شنو الوحدات مع المساحة? متر التربيع. زين. نطاني دبل بي. ليش? حتى نطلع دلتا بي. ويساوي. بي تو ناقص بي وان. ويساوي. البي تو او بوينت خمسة. او. بوينت خمسة. ناقص. البي وان صفر بوينت صفر. يعني صفر. او بوينت خمسة ناقص صفر. او بوينت خمسة. شنو الوحدات? تسلا. او تسوون فضل اذا تحولو الى اسس. الزمن ما عدنا مشكلة ويا. الريدي الاندكشن مرتين. اريدي الاندكشن مرتين. اولا مرة الاولى. من تكون المساحة توازي الكثافة. يعني شقد الزاوية. توازي صفر. ثانيا. من يقولي توازي يعني شقيت صفر. ثانيا من تصنع زاوية ثلاثين مع مستوي. صنع زاوية ثلاثين مع شنو? مستوي. الملف. يلا نجي نحل مرتين. يعني كأنه هنطلع الاندكشن. اش كم مرة? مرتين. يلا. اريدي الاندكشن. اندكشن شنو القانونة? سالب ناب. ناب. كوسين الزاوية. على دلتا تي. ويساوي. سالب. الان اش كت? الان اربعين. اي اربعين. الان يش كت? ال اي تس عباي. في عشرة والسالب اثنين. زين. البي اش كت? البي دلتا بيعد. مو بي. اي? دلتا لازم احط بالقانون دلتا. خمسة في عشرة والسالب واحد. كوسين الصفر واحد. ما يحتاج حتى اكتب هين. عليه. دلتا تيش كت? اربعة. هس هاي الاربعة اقدر اختصرها. وهي الاربعين. يبقى عشرة. ويساوي. سالب. عشرة. في. تسعة باي. في خمسة. خمسة واربعين باي. في. عشرة والسالب اثنين. وسالب واحد. سالب ثلاثة. هذا الصفر. ينطيكم عمروية هذا. يبقى سالب اثنين. ويساوي. خمسة واربعين باي. هاي الباي. دير بالكم من عدلة تنسوها. ها صارش كم مرة عيدها. ونشوف بالاسئلة الوزارة. ايش راح تسوون. خمسة واربعين باي. في عشرة والسالب اثنين. فولت. هاي الحالة او الرقم واحد. نفس الشي. نزيت معلومات. سؤال عادي. بس انه هنا لمرتين لازم اطلعي. هنا ندير بالكم. شو قال لكم؟ قال لكم يا ابا اريد الزاوية مع مستوي. يعني شنو مع مستوي؟ يعني تسعين. ناقص الزاوية المعطات. طلع عشقت عدي الزاوية. ستين درجة. يلا. قطينا قانوني ليندكشن. اندكشن. شو يساوي انه؟ ناقص ان. ناب. ان اي بي. هذا ناب. كوساين الزاوية على دلتاتي. ويساوي؟ ناقص. الان شقيت اربعين. هاي الاربعين نزلناها. الاي شقيت الاي استخرجناها تسعة باي في عشرة والسالب اثنين. والدلتا بي لازم نخلي دلتا. خمسة في عشرة والسالب واحد في. كوساين الستين على دلتا تي اربعين. خلي اعلمكم على هاي الفيكة راح تفيدكم بالاسئلة الوزارية. بتشوفوا لي هاي الشهرة الزفرة. با. مو تشبه هاي الشهرة الزفرة. هتقول لي والله بفضبط. هو شنو بفضبط غير نفسه. هاي تشبه هاي. نفسه بفضبط نفسه. صح لو لا. ليش لعد نروح ونختصر ونطلعنا. ليه نفسه نازل خليه ناني. ابو الوزاري يقبل. هو اذا ما يقبل ابو الوزاري شلون نطيهاكم هاي. يعني شون نطيكم شغلة ما يقبل بها ابو الوزاري. زيان. اي ناني شقيت عندنا. كوساين الستين نص. نصف يعني واحد على اثنين. اما تقسمون الخمسة واربعين على واحد على اثنين. او اكو طريقة ثانية. ببدال النصف. نانا سالب خمسة واربعين باي. في عشرة والسالب. اثنين. هاي تحولوها او بوينت خمسة. تضربون او بوينت خمسة في خمسة واربعين. يلا. خمسة في خمسة. خمسة وعشرين. خمسة في اربعة. عشرين. واثنين. اثنين وعشرين. شكامر قمرة البوينت واحد. والباي تنزل. والعشرة والسالب اثنين تنزل. خلاص. او لا والله تقسمون خمسة واربعين على اثنين. نفس الحتي يطلع. تعال شوفوا خاف واحد بيكون ما يصدق. خمسة واربعين تقسيم اثنين. اربعة شكم اثنين اثنين. اثنين في اثنين. اربعة. انزل الخمسة. خمسة شكم اثنين اثنين. اثنين في اثنين. اربعة. يبقى واحد. واحد شكم اثنين. ما بيها. صعد بوينت ناخل صفر. عشرة شكم اثنين. خمسة في اثنين. عشرة. إذن 22.5 واحد يقول زين إذا هذا البوينت صعدنا أسس يعني سويناها سالب 225 باي في عشرة والسالب 3 فولت صح واحد يقول لا هذا السالب 3 رجحها بوينت يعني شلون 0.225 باي فولت يعني إنه مو 3 بوينتات أحسب 1 2 3 بحط بوينت صح بقوها أسس صح اترجعوها بوينت هيتش يعني هذا إذا تعفوه شو صح ترى تاخذونا علي درجة كاملة إذا لا والله هذا شكم بوينت اثنين أحسب 1 2 وخلي بوينت مو تحسبون البايت تحسبون الأرقام يلا لين أنا هو يتعبني محاضرة ما لاتنا كانت بيها كل الأسئلة اللي تخص المجموعة الثانية اللي موجودة بالكتاب رح تنزل لكم أسئلة واجبة هاي الأسئلة الواجبة تحلوها ويلا الأسئلة الوضافية ألمود إنحلها لكم بالمحاضرة الجاية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر